بالملعب الكبير لمدينة طانجة وأمام مدرجات فارغة تنفيذ لقرارات لجنة العقوبات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استضاف فريق اتحاد طانجة ضيفه يوسف يت برشيد في لقاء مقدم عن مباريات ثم نهاية كاس العرش لكرة القدم فريق مدينة البغاز دخل هذه المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة مسيرته بارتياح في منافسات كاس العرش الجولة الأولى من المباراة شهدت مجموعة من الفرص السنحة لكرة الطرفين هنا إحداها لفئيدة يوسف يت برشيد في الجولة الثانية من المباراة أصبحت هجومات فريق تحاد طانجة أكثر خطورة هنا إحداها عن طريق المهاجم إيميش بدوره فريق يوسف يت برشيد اعتمد على المرتدات الهجومية والتي كادت أن تعطي أكلها في أكثر من مناسبة وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو النهاية المهاجم بادر كشاني يستغل خطأ في دفاع يوسف يت برشيد ليمنح هدف الفوز والوحيد في هذه المباراة لفئيدة فريق تحاد طانجة هدف جاء بعد عمل جيد ومرصق اختتمه المهاجم بادر كشاني في شباك الحارس محمد بركوز اللقاء ينسى إذن بهدف صغير لكنه مهم في انتظار لقاء العودة بمدينة برشيد من أجل تحديد اسم الفريق المتأهل للدور القادم من منافسات كاسي العرش اشتركوا في القناة